تستعد الحكومة لتقديم حصيلتها في تدبير الشأن العام على بعد أشهر معدودات من انتهاء ولايتها وفيما تشيد أحزاب الأغلبية بالإنجازات المحاققة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي تقول المعارضة إن الحصيلة هزيلة مقارنة مع ما تم تصطيره في البرنامج الحكومية للتعليق على هذا الموضوع معنا في الستوديو الأستاذ عبدالعزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مساء الخير أستاذ الكريم هل يمكن لهذه الحكومة وهي التي تستعد المغادرة أن تفخر فعلا بحاصلتها الاجتماعية والاقتصادية هو في الحقيقة تطلعات الحكومة والأمال التي كانت عندها والأحزاب كانوا عملوها في حملاتهم الانتخابية كانت كبيرة جدا كانت طموحات كبيرة جدا في البرنامج الحكومي أيضا طبعا كانت تتوقع أن المعدد النمو يمكن يوصل حتى 7% طبعا أمامه معدد صعب جدا وهو 1.5% كانت كتطمح لتجاوز بعض الإكرهات الصعبة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي كالفقر كالبطالة وغير ذلك لكن هناك إكرهات حالة دون تحقيق هذه الطموحات إكرهات واقعية يعني على الأرض مثلا الظرفية العالمية كانت صعبة جدا الظرفية الإقليمية كانت صعبة جدا يعني وأيضا الظرفية المناخية ما ننسوش أن السنة الفلاحية هي سنة صعبة حاليا وبالتالي هذه الحكومة يعني بالنسبة للحصيلة الماكرو اقتصادية والاجتماعية نقول أنها حققت بعض التوازنات خاصة على مستوى الميزان التجاري خاصة على مستوى العجز يعني ديال الميزانية اللي كان سبعة صباح تقريبا ربعة في المئة هناك إنجازات في مخصف الجوانب الماكرو اقتصادي يعني الاقتصاد الكل يعني بالنظرة إلى الجانب اقتصادي ككل لكن عن المستوى الاجتماعي حاولت أن تعيد النظر في بعض الأشياء التي كانت صعبة مثلا صندوق التكافل العائلي الجوانب مرتبطة بمطلقات يعني الأرامل غير ذلك بالنسبة للتغطية الصحية بالنسبة لتعميمها حتى بالنسبة للمهن غير المهيكة بالنسبة لتعميم التغطية الصحية للأبوين وغير ذلك هذه أمور اجتماعية هامة جدا يمكن الإشادة بها بالنسبة للعطاء الحكومي لكننا بصفة عامة حينما نتحدث عن سنتين صعبة كما ورد لا من صندوق النقد الدولي ولا حتى من البنك المركزي المغريبي ولا بالنسبة للمندوبية السامية التخطيط التي قالت أن بطء الاقتصاد سيستمر إلى آخر السنة وأنه قد لا يتجوج معدن نمو 1.5 هذا المعدن ينعكس من طبيعة الحال على البطالة يعني أنه يزيد يعمق البطالة ويجد وزود صعوبات في مجال التشغيل لأن الاستثمارات لا تنعكس ورغم أهميتها لم تنعكس على الديناميكية الاقتصادية الوطنية وبالتالي لم تنعكس على الجوانب الاجتماعية التي كانت طمح لها أيضا جوانب الدخل السياحة كان ضعيف جدا وهذا أيضا لا ينعكس يعني كانت هناك مجموعة من الإكرهات تحدثت معها أستاذ الكريم لكن أيضا هناك من يقول وخاصة المعارضة بأن الحكومة لم تستثمر جيدا الفرص المتاحة ومنها مثلا تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي حقيقة أن هناك جوانب ذهبت إليهم الحكومة في بعض الإصلاحات مثلا الإصلاحات المرتبطة بالرفع الدعم مثلا الإصلاحات المرتبطة بالصندوق المقصة مثلا الإصلاحات المرتبطة بعض جوانب ضريبية تمت بهذه الجوانب لإصلاح الميزانية أقول أنها اهتمت بالتوازنات الميكرو اقتصادية أكثر وهذا من عيب حكومتنا على حكوماتنا أقول وليس حكومة واحدة على تعاقبها ككل أنها تهتم بجوانب ذاتية لا تتهم بجوانب الجودة الجولة في الإنتاج ولا هذا الميكرو اقتصادي الذي ينعكس أحيانا على الميكرو اقتصادي لا تهتم به عادة الحكومة المتعاقبة نحن وقعنا في نفس الجوانب اهتمت الحكومة بجوانب اجتماعية كما أشرت إليها لكنها اجترت معها مثلا اتفاقية 26 أبريل 2011 أعتقد التي كانت بين النقبة الحكومة وهي تقول أنها كلفت 13 مليار درهم اجترت معها واجهت أزمات دولية صعبة جدا لكنها حافظت على التوازنات وحافظت على استقرار وهذا مهم جدا بالمقابل لم تنجح في الحوار الاجتماعي نحن سمعنا من رئيس الحكومة أن هناك زيادات اقترحة مثلا في الأجور أن هناك إصلاحات اقترحة فيما يخص التغطية الاجتماعية فيما يخص التغطية العائلية فيما يخص الملحة الخاصة بالأطفال فيما يخص غير ذلك هذا سمعنا مثلا لكن لما توقف الحوار الاجتماعي واجهت الحكومة مشروعها المتعلق بالتقاعد مثلا قامت به بدون أي تغيير ولكن الجانب الآخر لم تقوم به ولم تعلن عنه وأقول أن المدة التي بقيتها الشهرين لا أنتظر أن تقول أن تعلن إذن الحكومة المقبلة ستواجه أزمات كثيرة ولا ننسى أنه من دبيا السلامية كتقول باللرابط اقتصاد غير يستمر باللرابط الناتج الإضافي ذلك القيمة المضافة للفلاحة جعلت الاقتصاد يعاني كثيرا في المرحلة الحالية ولكن كتقول مثلا أنه مثلا الأعلاف ارتفع ثمانها لما نقول أعلاف ارتفع ثمانها معنى العيد الجاي الكبير يعني عيد الأضحى المقبل سيكون صعب من حيث المواطنين غير وجواءة منها صعبة جدا هذه نقطة مهمة أستاذ الرماني يعني هذه الحكومة فرضا حققت مجموعة كما تقول مجموعة من الإنجازات على الصعيدان الاقتصادي والاجتماعي ولكن أيضا ستخلف تركة ثقيلة للحكومة المقبلة بغض النظر عن هويتها سؤال مضبوط وسؤال كيحمل في التقل اللي قلتي فيها سيوسف تحديات وإكرهات صعبة للحكومة المقبلة لنتصور نحن نعرف الآن أن أتمينات النفط في ارتفع الحكومة الحالية عاشت أتمينات عاشت واحد الزهد عاشت واحد الرخاء في الخفض الأتمينا سواء كانت هذه الحكومة هي التي ستستمر أم التي ستأتي سيأتي غيرها الآن ستواجه ارتفاع أتمينات النفط ستواجه الإصلاحات نعكاسات الإصلاحات الحالية بحل رفع الدعم وصندوق المقاسة وغير ذلك عاد غين عكس المواطني منسوش عرفنا شهر رمضان يكاد يشكل رقم قياسي في أسعار الأتمينات بالغلاء من طبيع الحال ستواجه أيضا ولنقل ولنحتمل ولنتوقع لا قدر الله أن تكون السنة الفلاحية المقبلة أيضا سنة صعبة إذن بماذا ستواجه الحكومة إذا استمرت هشاشة الاقتصاد السياحة أيضا ستعاني بسبب تهديدات الأمنية ستعاني ولم تستفد الحكومة الحالية من الأزمة التي حصلت في السياحة لعلى المستوى الدول المعروفة بالرياضة كين المغرب كين تونس كين مصر كين تركيا كلها عرفت أزمات ولكن المغرب عانى رغم أنه يعيش استقرار اجتماعي واستقرار ووجه استثمارية مهمة وناشطة جدا لكنه لم يستفد من مداخل سياحية هامة تنعكس عالميا في رأيك ما هي الأولويات التي يجب على الحكومة المقبلة أن تنكب عليها أولا هذه الحكومة أعلنت الكثير من الوعود على المستوى الاجتماعي يجب الاهتمام بها في المرحلة المقبلة والأولوية الكبرى هي تنشيط الاقتصاد لأننا حاليا نعاني من هذا الرقم الذي يواجهنا الآن دي المعدل النمو والذي ينعكس على كل شيء على الدخل الخام على البطالة على الفقر على كل شيء إذن أمامها تحديات كبرى أولها على المستوى الاقتصادي هي إعادة الأرقام يعني تنشيط الاقتصاد تانيا الاستثمارات يجب الإصلاح الذي يقدمها أمام جلال الملكان هام جدا ويجب تنشيطها على الواقع حتى تكون الاستثمارات الموجهة إلى المغرب الاستثمارات تنعكس على معدل النمو وبالتالي تنعكس على الطروة الداخلية الجانب الآخر الهم هو الطروة كما نقول توزيع الطروة الإنصاف في هذه الجوانب هي أهمة جدا وبتالي لابد دمو محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية كل حكومات التي تحاقدت الإصلاح الضريبية أيضا مهم لم تستطع أن تواجه يعني نظام الصفقات العمومية بجدية يعني التي تقاد لم تستطع أن تنجح التنافسية بين المقاولات بجدية لم تستطع أن تواجه الفساد المستشري في الإدارة بجدية لم تنجح في الإصلاحات الهامة والحاسمة كإصلاح التعليم مثلا كإصلاح القداء مثلا ولم تخرج بإصلاحات يمكن أن تفتخر بها أو يفخر بها المغرب لمستقبله إذن الحكومة المقبلة لها أولويات واضحة جدا منها تنشيط الاستثمار منها محاربة الفقر منها تنشيط التشغيل في المغرب وهذا شيء مهم جدا ولم يتأتى ذلك ما لم يتم من طبيعة الحال الميزان التجاري هو جيد الآن شيئا ما نسبيا ولكن يجب تنشيطه أكثر يعني صادرات المغرب تكون أكثر من وارداته وهذا نقطة مهمة جدا الاستفادة من الاستثمارات الحالية ومن الصادرات الحالية على مستوى صناعة السيارات على مستوى الطيران يعني هذه الصناعات الحديثة في المغرب ثانيا يجب الاستفادة حكومة المقبلة عليها أن تستفيد من البنية التحتية الحالية هي بنية قوية نحن شفنا شنجلة المالك غير أول بارحة هذه أكبر قنطرة معلقة الآن أمام قطارات فائقة السرعة أمام طرمويات على مستوى المدن أمام موانئ كبيرة جدا وهما جدا هي أمامها بنية تحتية يمكن أن تستفيد منها لتنشيط عملها وإصلاحتها لكن اهتمامها لا يجب أن يظل محصورا كما فعلت كل حكومة في الجوانب الماكرو اقتصادية في جوانب الدين وتحرير الميزانية من الدين ويجب أن يذهب إلى قضايا اجتماعية أيضا لأن هذه القضايا اجتماعية تنعاكس بدون شك على المردودية الاقتصادية والمردودية التجارية والمردودية السياحية الداخلية هذا لم يتأتى وهذا الكلام نعيده منذ سنوات إلا بإعادة النظر في مجمل النموذج الاقتصادي المغربي هذا صحيح وأيضا بإعادة النظر في العقلية المغربية التي ظلت تشتر بعض المفاهيم وبعض الأساليب وبعض النخب وبعض الزبونيات وبعض هذه المعاملات التي يعني كما يمكن نقوله أفسدت إدارتنا وأفسدت مقاولاتنا يعني حتى روح تنافسية لدى المقاولة دعني أقول يوسف المقاولة الصغيرة هي الآن تحتضر هذا شيء مؤكد المقاولة المتوسطة تكاد تنحو نحو المقاولة الصغيرة لأن روح تنافسية غير موجودة روح الإنصاف غير موجودة روح توازن في الصفقات وغير ذلك لا يمكن أن نتلمسها لدى أغلب إدارتنا هذه الصعوبات التي تواجه اقتصادنا ولا يمكن أن نكون اقتصادا صاعدا يعني من دول صاعدة كما أراد جلالة الملك لا يمكن أن نكون ما لم نعيد نظر طب هل نعيد نظر في هذه الجوانب الهامة لأنها اختلالات قوية في اقتصادنا ويجب تجاوز الأستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكرا على تفاعلكم شكرا على تفاعلكم